طيب الآن هذه الحرب أفرزت لدينا مشكلة مركبة حتى يتم تحقيق السلام لدينا مفهوم حتى يتحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط هي حل الدولتين هذه كمشكلة ما زالت عالق ولدينا اليوم مشكلة أيضا جديدة قديمة اللي هي الأذرع الإيرانية في المنطقة من الذي يسبق من في الحل؟ حل الدولتين بين إسرائيل فلسطين أم يجب أن يسبقها حل الأذرع الإيرانية في لبنان في شوريا في العراق في اليمن؟ يعني أنا من أنصار المدرسة الواقعية الآن السياسة الدولية والإقليمية تتجه إلى استراتيجية تفكيك المصدات أو تفكيك أذرع إيران وميليشياتها الموجودة عبر الحريق الإقليمي وهذا الأمر طبعا يعني هذه الاستراتيجية ربما في نظر البعض قد تمهد الأرضية إلى مش عادة بعد حتى القضية الفلسطينية لأنه الآن العالم كله مشغول بقضية الصراع الجاري في المنطقة أسوأ في غزة أم في لبنان وربما هي تتصدر أجندة العمل الدولي موضوع حل الدولتين بات خلفنا علينا أن نعترف بذلك وأن نقر بذلك نتيجة السياسات الإسرائيلية نتيجة الانسياق الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ربما التساوق مع المطالب الإسرائيلي وشفت أنت دونالد ترامل لكن يا دكتور نبيل للأمانة الأحداث أثبتت أن إيران الدولة الإبراغماتية دولة قوية ودولة تتعامل بإبراغماتية عندما تطلب منها حل أذرعها أذرعها التي تشتغل بها بالمنطقة ما هو الثمن مقابل هذا إيران لن تقبل بلا ثمن صحيح صحيح الإيرانيين عادة بطرحوا استراتيجية تحويل التهديدات إلى فرص ومحاولة الاستثمار في هذه الأزمات وإنت شفت خلال تاريخ إيران الطويل بعد انتصار الثورة بعد أن نجعت في صناعة هذه المصدات بالأساسية لأن الإيرانيين ودعوا ما يسمى بحروب الوكالة وحروب المباشرة وانطلقوا إلى ما يسمى بحروب الوكالة عن طريق خلق هذه الأذرع وهذه المصدات للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني من ناحية والناحية الأخرى هي رأس الحربة أيضا لتحقيق مشروحها في المنطقة من خلال ما يعرف برحلة العبور إلى المتوسط الذي أطلق عليه حبيب الله سياري قائد البحرية الإيرانية لكن تفضل لكن هذه الأذرع هناك الآن خشية إيرانية من تهديد ما يسمى بالعمق الاستراتيجي لإيران عبر تفكيك هذه الأذرع بمعنى كما قال المرشد الإيراني علي خامني إنه إذا تم فعليا تفكيك حزب الله اللبناني ومن قبل تفكيك حماس وحركة الجهاد الإسلامي فأن هذا يعني أو معنى أن إيران سوف تقاتل في شوارع طهران وفي همدان وفي كرمان شاه فبالتالي الإيرانيين يستشعرون ذلك ويدركون خطورة تفكيك هذه الأذرع خصوصا أستاذ نجم في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها أنه بعد مقتر قاسم سليماني في يناير من العام 2020 كان هناك رؤية أنه حدث هناك فراغ كبير في القيادة الإيرانية في قيادة الحرس الثورة الإيرانية وهذا الفراغ وجدوا أنه قائد إسماحيل قعاني قائد فيلق القدس لا يستطيع أن يملأه نظرا لعدم تمتعه بكاريزما عدم تخصصه بطلقه عليه طبعا الجنرال الشامي متخصص في القضايا السوري وليس له علاقة لا باليامن ولا بالعراق ولا في غير المناطق وبالتالي نقلوا جميع هذه الملفات إلى حزب الله اللبناني اللي بات هو رأس الحربة لتنظيم وضبط إيقاع كل من الميليشيات الإيرانية في المطرة وبالتالي قضاء أو تفكيك حزب الله اللبناني معناه بأعتقد فيه تخديري بداية أفول المشروع الإيراني برمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة